اشتركوا في القناة القمر مازال موجود في الحوت اليوم في منزلة المؤخر وهي للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر وحكينا انه لما بكون القمر موجود في الحوت في هاي الفترة بتلعب الناحية الروحية ذور بارز في هاي الفترة علينا جميعا نشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين ممكن نتدمر ونكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزبوا جانبا بيظرفوا الدموع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او شعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بنقع في حبال الغرام بوسعن التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني مثل الشعر الرسم عيادة المرضى شراء الزهور اقتناء للتصوير اما بالنسبة للزوايا الفلكية فعنا زاويتين فلكيات اليوم اول زاوية هي زاوية التزديس ايجابية رح تكون بين القمر وارانوس رح تكون في تمام الساعة اربعة واربعين دقيقة مساء يعني بعد الحلقة بتوقيت جرينيتش نشعر او بعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منها ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تربيع سلبي رح تكون بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة اربعة وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع اما بالنسبة للزوايا الاخرى هي رح تتشكل بعد حلقة الغد ان شاء الله فبكرة ان شاء الله في حلقة بكرة رح نذكرها بالنسبة للقمر حكينا انه في برج الحوت معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم سبعتاش خمسة رح يكون في تمام الساعة سبعة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة واحدة وخمسة وثلاثين دقيقة عصرا لينتقل بعدها القمر لبرج الحمل اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار الهلال 24 يوم في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل بكمل 24 يوم نسبة الإضاءة 30% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثورة حتى يوم عشرين خمسة مزاجها منتحس القمر في الحوت حتى 17 خمسة المزاج ممتزج عطارد في الجوزاء حتى يوم 28 خمسة مزاجه سعيد الزهرة في الجوزاء بتتراجع حتى يوم 25 ستة مزاجها منتحس المريخ في الحوت حتى يوم 28 ستة مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 1 سبعة مزاجه منتحس اورانوس في الثورة حتى يوم 15 ثمانية مزاجه سعيد طبعا بيبدأ عملية التراجع يوم 15 ثمانية مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى يوم 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أن القمر موجود في بيت المتاعب فاليوم كمان بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة أنت في أضعف وأقل أيام الشهر حظ ما تراهن على الحضوض أبدا ما تحسب عمر خلال هذا اليوم بتميل للهدوء البعد عن الصخب اتوقع أنه يكون هناك فوضى وتأخير وخسارة طبعا بما أن القمر موجود في بيت المتاعب معناته الضغطة رح يكون برضو على بيت الشخصية والبيت النفسي له البيت الأول فعشان هيك اليوم بتكون نفسيتك معكرة مزاجك متقلب خلال هذا النهار سهل جدا أي حد يستفزك ممكن تتوتر في من أي ضرف كان أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور تقريبا يعني ممكن في ساعات الظهر هيك تلوح بعض الفرص اللي إلها علاقة بالمكاسب المارية اللي بتيجي من عمل إضافي ولكن مش كثيرة رح تكون أو مش لكل موليد برج الحمل على حسب طالعهم أو إيش اللي بدعمهم في منهم ممكن يحصل على بعض الهبات أو المساعدات أهم شنك تقللوا من مصاريفكم أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور تقريبا معني على مستوى الحركة والنشاط شوي فيها نوع من أنواع الحدية فعشان هيك بنقولك ركز مزبوط أثناء القيادة قيادة مركباتكو خوفا من الحوادث أو بعض الأعراض الجانبية اللي ممكن تصير لمركباتكو كأعطال مثلا أو لهواتفكم أو أجهزة الاتصالات أثناء النقاشات مزاجك شوي بيكون متعكر فممكن اليوم يغلب عليك شوي العنف أو ردات الفعل السريعة إذا عندك امتحان مدرسي بدك تركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت إجمالا يعني متقلب يعني الوضع بس إنه يعني ممكن يصير في بعض الحدية أو بعض الأعطال المنزلية أو خلاف معين بسوء التفاهم ما بينك وبين أحد أفراد العائلة في منكم ممكن يهتم في بعض الصيانة أو الترتيب أو الأعطال المنزلية أو يكون عنده مصاريف بيتية أما بالنسبة للبيت الخامس تقريبا على المستوى العاطفي برضو نفس الشيء بيجعل فيه نوع من أنواع الحدية والتوتر خلال هذا النهار على المستوى العاطفي حاول إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية ما في داعي لأنك أنت تبحث عن أي شيء ممكن إنه يوتر العلاقة العاطفية عندك أو يشحنك بطاقة سلبية أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منك راح يهتم ببعض المشاكل أو بعض الأمور الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور تقريبا نقدر نحكي يعني روتينية ما بنا نحكي لا إيجابي ولا سلبي يعني على حسب طبيعتكم تتعاملوا مع الشركاء لهم شركاء المال أو الأزوج أما بالنسبة للبيت الثامن برضو روتيني على مستوى الأموال المشتركة فبتتعاملوا فيها على حسب طبيعة شغلكم وعلى حسب حياتكم وعلى حسب المجالات اللي أنتم بتشتغلوا فيها أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد اليوم فممكن تكثر عندك الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالامتحانات الجامعية أو أمور إلها علاقة بالأوراق القانونية أو أمور فلسفية دينية نقاشات أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى الأمور اللي إلها علاقة ببيت السمعة فبدعمك في بعض المواقف بتعزز سمعتك بشكل جيد وفي نوع من أنواع التواصل الجيد رح يصير مع بعض الأشخاص اللي بيشتغلوا معك في العمل زي زملاء العمل أو رؤساك بالعمل برضو دوامك يعني تقريبا يعني حاول أنك ما تتأخر على أساس أنه ما يصير لك مشاكل أما بالنسبة لبيتك 11 يعني بيت الأصدقاء والمعارف ممكن يصير بعض التواصل مع بعض الأفراد أو بعض العلاقات اليوم ممكن كنوع من أنواع الإطمئنان عليهم أو نوع من أنواع التواصل اللي اجتماعي وممكن يتوجه لك دعوة للأيام القادمة أو يعني مناسبة لحضور وجبة أكل أو إفطار أو حفلة معين صغيرة هيك مثلا أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو كما ذكرنا في بداية التوقعات برج الثور طبعا القمر موجود في بيت الأصدقاء بيتك 11 عشان هيك بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون معهم أو منهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم اطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تخرج للقاء الناس أو تتواصل مع محيطك أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم أنت مشحون بطاقة إيجابية في عندك نوع من أنواع التغيير نفسيتك أحسن من الأيام اللي مضت حاول أنك تستغل هذا اليوم بشكل إيجابي تنجز بعض الملفات والمعاملات أو بعض الاهتمامات الأساسية لأنه كمان يعني يوم بنتقل القمر بصير في بيت متاعبك فبضغطك شوي حاول أنك تنجز هاي الأمور قبل ما يوصل القمر زي ما حكينا لبرج الحمل أما بالنسبة للبيت الأول يعني الأمور النفسية جيدة مشحون بطاقة إيجابية زي ما حكينا بالنسبة للبيت الثاني جيد على مستوى الأمور المالية بعزز بعض النقاط ولكن بتكثر عندك بعض المصاريف خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثالث بدك تدير بالك أثناء التنقلات يعني خوفا من بعض الإضطرابات أو عدم التركيز من الحوادث بالسيارات أو أعطال إلها علاقة بالهواتف تكثر عندك الاتصالات اليوم والنقاشات وفي منكو ممكن اليوم يدم امتحان بس بديركز بشكل جيد ما يعتمد على الحضوظ أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت الرابع بيت البيت شوي في ضغط فعشان يكنت محتد أو معصب أو في إشي بيستفزك حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية ما تخلي أي موقف عائلي مثلا أنه يخليك تضرب أو تعصب خلال هذا النهار في منكو ممكن يعمل أعمال الضرورية والمهمة وفي ممكن تظهر بعض الأعطال المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي فأنا شايفه متقلب ما بين جيد ما بين روتيني ما بين حاد فعشان هيك يعني بدك تقسم نهارك على هاي التقسيمات الثلاث اللي أنا ذكيتها حاول أنك يعني ما تحتد خصوصا في آخر النهار على حبيب أو من تصرف حبيب أو ما تنزعج أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايفه روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى بيت العمل والصحة على حسب طبيعتك بيكون أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية يعني تقريبا الأمور متقلبة مش إيجابية كاملة فنقدر نحكي أنه روتيني مع بعض الإيجابية بتيجي في ساعات الظاهرة ممكن تحصل من خلالها يعني لقاء بيجمعك بشريك العاطفي أي بالزوج أو تفاهم على مسأل معين أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تتواصل مع بعض الأشخاص أو إلك أموال ممكن تطالب فيها أو ممكن تهتم ببعض الفواتير والالتزامات والديون ممكن يكون لك زيارة لبنك أو لمصرف معين ممكن تحويلات مالية أو توقيع على أوراق معينة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات البعيدة وعلى مستوى النقاشات والدراسة الجامعية أو الامتحانات أوراق قانونية برضو كلها هاي إيجابية وبتدعمك بقوة أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة بيدعمك بشكل قوي جدا ممكن يتعزز بعض النقاط القوية خلال هذا النهار أو ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل أو شيء إيجابي بينك وبين زميل عمل أو مثلا رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيت المتاعب تقريبا روتيني في ساعات الظهر بكون جيد ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منك رح يهتم ببعض الملفات أو المعاملات وممكن تهتم بصحة أحد الأحبة أو ممكن موضوع إلو علاقة في المستشفى أو الأدوية برج الجوزاء يوم مناسب للي بعمل اتصالات بعيدة وبتنجحوا في السفر أمور أوراق معاملات أشياء من هذا القبيل أو الاتصالات البعيدة بترغبوا في التفاهم مع أحبائكم ما ترتجي العمل ما تستخف بالواجبات إلى أضواء مسلطة عليك بدك تكون جاهز لتحمل المسئلية هذه فترة مهمة جدا أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا جيدة خلال هذا النهار بتدعمك بقوة ممكن تعزز بعض النقاط القوية بالنفسية وممكن تنجز بعض الأمور الضرورية أو ممكن تهتم بشكلك أو بلبسك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور يعني فيها نوع من أنواع الضغط بالمصاريف يعني مصاريفك الزيادة أكثر من القادم إلك فعشان هيك بدك تنتبه بشكل جيد وحاول أنك تقلل من مصاريفك أو من المشتريات الغير ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث بدك تدير بالك أثناء القيادة بدك تركز بشكل جيد خوفا من الحوادث أو أعطال السيارات وفي نفس اللحظة مزاجك عصبي في النقاشات فممكن هذا يسبب لك بعض التوتر أو بعض الحدية في بعض الأوقات حاول قدر الإمكان أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وما فيه داعي للعصبية فيه اليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع النقاش ما بينك وبين أخ أو جار اللي عندهم امتحانات مدرسية أو دراسة بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع بيت البيت فأنا شايف برضو فيه نوع من أنواع الضغط بسبب لك نوع من أنواع التوتر ممكن تحتد أو تعصب من موقف معين أو من طلب معين أو موقف معين على مستوى البيت يحرجك في مسألة معينة فتلاقي حالك يحتديت وعصبت ما فيه داعي فيه ممكن يصير بعض الأعطال أو الالتزامات البيتية أو بعض العمال العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور متقلبة على المستوى العاطفي خلال هذا النهار يعني ممكن تفكر في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالنزوات أو بالإنبساط أو بالخروجة أو بالمرح ولكن شوي مزاجخ ما رح يكون جاهز يعني ما رح تلاقي الأمور مثل ما أنت بدك إياها في ساعات بعد العصر للمغرب ممكن تحتد وتعصب من موقف معين أما بالنسبة للبيت السادس يعني على مستوى العمال روتيني بتنجز العمال المطلوب منك بشكل روتيني تماما وفي منك رح يهتم في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأمور الصحية أو مراقبة أمور الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى بيت الشراكي يعني الأمور جيدة تدعم علاقتك بالشريك في نوع من أنواع التواصل أو التفاهم ما بينكم في تقارب في وجهات النظر ممكن تحلوا بعض المسائل اليوم أو ممكن تتفقوا على مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة يعني في بعض الفرص ممكن تحصل من خلالها بعض الأموال اللي بتعود لك ممكن تطالب في ديون لإلك ممكن أمور إلها علاقة بمصرف أو تحويلات مالية أو توقيع على أوراق رسمية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة أو المواصلات مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت العاشر ضاغط على مستوى بيت السمعة فمن قل لك دير بالك من أي مخالف للقوانين حاول أنك ما تدخل في أي عمل مشروه حاول تحمي سمعتك بشكل جيد ما في داعي للاندفاع والتهور الفترة هاي يعني شوي بدك تكون حذر ممكن يصير لك بعض المشاكل إذا كنت تعمل في مؤسسات كبيرة أو شركات كبيرة بسبب إهمالك أو تأخرك أو عدم إنجاز بعض الأعمال الضرورية أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فحتى على مستوى العلاقات بتحاول أنك تتواصل مع أصدقائك ولكن أنت ما عندك نفسي أنك تتواصل معاهم ممكن انزعاجك منهم أو أنك بتحاول تفرغ الوقت أو الضغط اللي موجود أنت فيه ولكن ما بيكون بالشكل المناسب لا إلك فعشان هيك ممكن يصدر أي موقف في حدية بيا من طرفك يا من طرف معارفك وأصدقائك أما بالنسبة لبيت المتاعب فبدك تحذر دير بالك حاول أنك أنت تنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وحاول تهتم بالشؤون اللي إلها علاقة بالأمور الصحية أكثر برج السرطان بتنهمكوا في أعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة الفرصة متاحة لمكسب من شراكة أو من تعويض مع هيك بتكوا تخففوا من النفقات ممكن يعيدك القمر ببعض التفاول فبتستعيد حماستك وبتنتعش صداقتك أو علاقاتك المهنية ممكن تمارس جميع صلاحياتك بنجاح وكفاءة ما بتهدأ وطيرتك أو نشاطك خلال هذا اليوم ممكن ترغب في أمور العلاقة بالتنقلات أو الاتصالات أو الدراسة أو الامتحانات أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا جيدة يعني بتدعمك بشكل قوي فيه نوع من أنواع التواصل الجيد موجود عندك بيدعمك بقوة ممكن اليوم تنتعش الأمور عندك بشكل جيد وممكن يصير فيه نوع من أنواع التواصل الإيجابي اللي بيدعمك بقوة خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور برضو بتدعمك بشكل جيد على المستوى الأمور المالية ولكن تغلب على الأمور هاي بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمصاريف لزيادة أو الدفعات لزيادة أو يعني بعض الالتزامات المادية اللي ممكن تكون منها أشياء مربكي أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور على مستوى الاتصالات والمواصلات نشطة ولكن بدك تحضر أثناء القيادة يعني من بعض الأعطال بالسيارة أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالحوادث يعني بسبب قلة التركيز حاول ما تحتد في ساعات ما بعد الظهر من النقاشات يعني شوي ممكن تحتد أو تعصب من مسألة معينة أما بالنسبة لبيتك الرابع بيت البيت يعني فارغ تماما على حسب طبيعتك اليوم تتعامل على مستوى البيت ممكن يصير بعض الأمور يعني كأعمال روتينية أو بعض الأعطال تهتم فيها أو المشتريات بدك تركز بشكل جيد ما في داعي لأنك تنفعل من كثرة الطلبات أو المسئوليات أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على المستوى العاطفي فممكن تتواصل مع الحبيب اليوم وممكن تهتم في بعض المسائل العاطفية اللي تشحنك بطاقة إيجابية أو تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فهو روتيني على مستوى العمل يعني بتتعامل تنجز عمالك الضرورية على حسب طبيعتك وفي منك راح يهتم ببعض الأمور الصحية إلو أو لأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى بيت الشراكة المالية والعاطفية فبيعمل نوع من أنواع التقارب أو المقابل الجيدة ما بينك وبينهم أما بالنسبة للبيت الثامن يعني تقريبا منقدر نحكي أنه الأمور جيدة بتدعمك برضو بقوة على مستوى الأموال المشتركة مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات مع البيت التاسع اللي برضو بيدعمك لأنه أنت تقريبا بيأثر عليك الثامن والتاسع مع بعض فممكن يفتح لك بعض المجالات بالتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالامتحانات أو النقاشات أو الصداقات أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة جيد جدا بيدعمك بقوة فممكن اليوم أنت تنجز بعض الأعمال بمساعدة صديق أو معرفة وممكن تحل بعض المسائل اللي كانت صعبة عليك في الفترة الماضية أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فما زالت الأمور شوي فيها نوع من أنواع الحدية إما عتبا أو تخلي بعض الأصدقاء عنك أو يعني سوء التفاهم على مسألة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ولكن بدك تراقب غذائك وراحتك وأمورك الصحية برج الأسد طبعا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة الفرصة متاحة لمكسب مصدر الشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية حاذر إهمال نقاط إدارية أو قانونية أنت بحاجة لاستشارة ذوي الخبرة ممكن تتعالج أمور مالية أو إرثية أو تنشغل بتخليص معاملة رسمية أهم من شأنك ما تتذمر أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا يعني منقدر نحكي إنها إيجابية بتدعمك بقوة فعشان هيك يعني الأمور النفسية عندك أحسن من الفترة الماضية ولكن بدك تصبر لحد ما يوصل القمر للحمل بتصور أمورك أحسن أكثر وأكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى المالي ممكن تلوح بعض الفرص المالية أو بعض المكاسب المالية أو الوعود ولكن تكثر عندك الالتزامات أو المصاريف خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايفه روتيني تماما ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فنقاشاتك وتحركاتك مسيطرة عليها على حسب طبيعتك وفيه منكو اللي عنده دراسة أو امتحانات بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحظ أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والرسمية أو المهمة في بعض الأعطال أو بعض الأمور اللي ممكن تظهر على الساحة خلال هذا النهار يعني شوي بدها نوع من أنواع الاهتمام عندك فيه ممكن يصير فيه لقاء أو مشاورة حول مسألة عائلية خلال هذا النهار أو يصل لك خبر إيجابي بيتعلق بأفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى مستوى العاطفي متقلب المزاج عندك ما بين إيجابي وسلبي فعشان يكبدك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان عشان تعمل توازن بالعلاقة العاطفية بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفيه منك ورح يهتم في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالشؤون الصحية أهم إيش أنه خلي فيه نوع من أنواع التعاون يغلب عندك خلال هذا النهار لإنجاز بعض الأعمال الضرورية وما تخلي الأعمال تتراكم عندك أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفية يعني الأمور تقريبا جيدة ولكن في بعض الأوقات ممكن يصير فيه سوء تفاهم أو خلاف أو حدية بالطباع أو ينفهم موضوع بشكل سلبي فيسبب نوع من أنواع التوتر ما بينك وبين الشريك بالمال أو بالعاطفية يعني الزوج أو الزوجة حاول أنك ما تكبر الأمور وما تضخمها وما تتحسس زيادة أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع يعني تقريبا الأمور نقدر نحكي جيدة بتدعمك بقوة بالاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مراسلات أو تفقد أشخاص أصدقاء معارف علاقة جديدة امتحانات دراسة أوراق قانونية كلها هاي بتدعمك بشكل قوي ولكن عند الامتحانات حاول أنك تركز وما تعتمد على الحظ وأدرس بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فأنا شايفه أغلب للروتيني شوي بتصاعد عن الروتيني بالإيجابية فبدعمك في بعض المسائل يعني ممكن يعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين يعني الأشخاص اللي حواليك تدافع عن سمعتك بشكل جيد ممكن تفتح لك بعض المجالات اللي إلها علاقة إما بالعمل أو بالمؤسسات الكبيرة أو ممكن حل بعض المسائل العالقة وممكن تدافع عن سمعتك بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء شوي في نوع من أنواع الضغط أو التوتر فممكن تنزعج من تصرف صديق أو فضول صديق أو تتحسس من موقف معين أو يحاول حد يفرض رأيه عليك أو يتحكم في مسار حياتك فهذا إشي ممكن يزعجك خلال هذا النهار عندك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتحاول أنك تتجاوب مع الأمور بشكل إيجابي بدون سلبية وحساسية أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور جيدة يعني أنت مدعوم بطاقة كبيرة ممكن اليوم يعني تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ممكن تهتم بمعض المسائل اللي إلها علاقة بالتغذية بالحركة بالرياضة بمراقبة أدويتك أشياء من هذا القبيل كلها هاي أمور إيجابية برج العدراء طبعا تتركز جهدكم نحو تدعيم شراكتكم يوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة هاي الفترة صعبة بتعارضك لمواجهة قانونية أو عاطفية بحذرك من العدائية الجو يعني عدائية الجو واضحة في نفور الخلاف توتر هاي كلها موجودة حاذر من المشاكل على أنواعها يعني تعتبر هاي الفترة برضو من أصعب الفترات خلال هذا الشهر السبب أن القمر الآن مقابلك مباشرة موجود يعني في الحوت فهو على الخرطة الفلكية مقابلك جرد ما صار مقابل دائما طاقتك يعني فيه إيجابيات على مستوى الشراكة بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك ولكن بالمقابل طاقتك بتكون ضعيفة فسهل أنك أنت تغلط وسهل جيب لك مشاكل سهل أنه صير عندك أي أعراض جانبية صحية أما بالنسبة للبيت الأول فعلى مستوى الشخصي والنفسي اليوم متقلب هو روتيني ولكن أنا بحكي فيها رح يصير بعض الأحداث اليوم تزعجك وتحس أنه ما عندك رغبة في شيء تحاول تأخذ هيك نفس عميق تنطوي أو تنزوي عن المحيط أو عن المجتمع اللي حواليك أما بالنسبة للبيت الثاني يعني شوي الأمور فيها نوع من أنواع الضغط المالي فممكن اليوم يا إما تصرف مصاريف زيادة يا إما أنه أنه أنت تشغل حالك في ترتيب بعض الأموال اللي يعني منها رح يكون مربك بالفترة هاي لأنه ما رح ترتبها بالشكل الصحيح أهم إش أنك تقلل من مصاريفك ما فيه داعي لمشتريات غير ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور جيدة على مستوى الأمور التنقلات والتحركات والاتصالات والتواصل مع المجتمع إقناع الأشخاص بوجهة نظرك تدعمك بقوة خلال هذا اليوم بس اللي عندهم امتحانات أو عندهم دراسة بدهم يركزوا بشكل جيد ما فيه داعي للمغامرة أو للتهور يوم ما يعتمدوا على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت تقريباً منقدر نحكي الأمور يعني شيئاً ما فيها نوع من أنواع الضغط أو التوتر ممكن سوء تفاهم خلاف بسيط تحسس من موقف معين حاول ما تتجاوب معه كثير عشان تكسب الإيجابيات فيه نوع من أنواع التقارب أو التلاقي على مستوى البيت ممكن تنجز بعض الأعمال المنزلية أو البيتية وممكن يكون فيه نوع من أنواع التفاهم والود ولكن برضو بدون حسسية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطف الأمور جيدة بتدعمك بقوة فيه تواصل ما بينك وبين الحبيب وممكن يصلك خبر جيد ينعشك خلال هذا اليوم يعني بدك تستغله برضو إيجابيا على المستوى العاطفي ممكن تتراجع عن قرار سابق وممكن تعمل لوع من أنواع المصالحات ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فهو ضاغط على مستوى العمل فعشان يكما نقول لك ممكن تقصر في بعض الأعمال أو يتراكم عندك العمل خلال هذا النهار حاول تنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار بدون أي توترات أو عصبية وانتبه لوضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن يعني شوية على مستوى الأموال المشتركة ممكن يعني تنشغل في بعض المشتريات أو تحصيل ديون أو أمور إلها علاقة في الالتزامات المالية إيشي له علاقة بالميراث إلو علاقة بالأموال المشتركة بنوك أوراق أوراق رسمية توقيعها ممكن هاي الأمور كلها تظهر خلال هذا النهار وممكن أمر واحد يظهر منهم أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالقانون أو بأمور إلها علاقة بأشياء مثلا زي امتحانات أو دراسة أو نقاشات فلسفية دينية أشياء من هذا القبيل بس أهم إشي بدك تحذر أثناء القيادة على الشوارع بدك تركز بشكل جيد خوفا من الأخطاء أو الحوادث البسيطة أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور يعني شوي على مستوى بيت السمعة شبه روتينية ولكن برضو منقول لك ما تخالف القوانين ما تدخل بأشياء مشبوهة ما تحاول تتأخر عن دوامك ما تدخل بأي نقاشات أو حدية ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل في هذا النهار ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ولكن بالمقابل لازم أحذرك من أخطاء ممكن أنها تصير خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور على مستوى بيت الأصدقاء فيه نوع من أنواع يعني العتب أو الحدية أو هيك سوء التفاهم ممكن اضطراب معين في علاقة معينة تزعل من تدخل أحد الأصدقاء في شؤونك أو فرض الرأي أو انتقادك بشكل لاذع يعني ممكن تظهر أي مسألة منها حاول أنك ما تتجاوب معها طنشها عشان ما تتعب حالك بزيادة وتضغط حالك بزيادة أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور جيدة يعني بتقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منك راقب برنامج غذائي أو صحي أو يعني ينتقد نفسه في مسألة معينة وممكن تهتم في أمور إلها علاقة بالأدوية أو العلاجات خلال هذا النهار برج الميزان طبعا اليوم بيبدأ العمل بتراكم عندكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم دون الإهمال صحتكم يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط ما تأجل عملك وما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية اطلب المساعدة من الزملاء أو من الأشخاص اللي حواليك إذا دعت الحاجة فترة مهمة جدا اهتم بسلامتك الجسدية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا يعني متقلب خلال هذا النهار على المستوى النفسي فعشان هيك بين إيجابي وبين سلبي طول اليوم ممكن تحتد من تصرف معين أو تكون حساس زيادة خلال هذا النهار يعني حاول إنك تمسك عصابك أما بالنسبة للبيت الثاني تقريبا على المستوى المالي ممكن تلوح بعض الفرص اللي إلها علاقة ببعض المسائل المالية اللي بتيجي عادة يا أما من عمل إضافي يا دعم معين يا هبات يا مساعدات يا أعطية شغلات من هذا القبيل ولكن بالمقابل بتزيد المصاريف عندك أما بالنسبة للبيت الثالث فهم يقول لك دير بالك أثناء التنقلات هاي أهم نقطة يعني حاول إنك تنتبه أثناء التنقلات من حوادث من أخطاء معينة من عدم التركيز الفترة هاي شوي حساسة بهاي النقاط بتطلب منك إنك أنت تركز بشكل جيد أما على مستوى النقاشات يعني أمورك جيدة ممكن يعني يصير فيه نوع من أنواع الحوارات بتكون مقنع شيئا ما بوجهة نظرك إذا كان عندك امتحان أو عندك دراسة أو مشروع أو المناقش اليوم بدك تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض نهائيا أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت بيعمل نوع من أنواع التقارب بينك وبين أفراد العائلة ممكن تسمع خبر جيد ممكن يعني تسعد بسبب لقاء معين أو خبر معين خلال هذا النهار بسبب العائلة أو من خلال العائلة في أمور إلها علاقة ببعض الاهتمامات الروتينية المنزلية أو النشاطات البيتية اللي ممكن أنت تقصر فيها شوي يعني وتتدمر من عدم مساعدة البعض لا إلك أما بالنسبة للبيت الخامس للبيت العاطفي فمنقول لك دير بالك اليوم وضعك حاد شوي حساس زيادة عن اللزوم زي ما حكينا فممكن تتحسس من تصرف الحبيب أو سوء تفاهم معين فتأخذ على جنبك أو تعاتبه في المسألة فيكبر الخلاف ما بينكو بدك تمسك حالك شوي ما في داعي للحساسية لزيادة أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع تقريبا على مستوى بيت الشراكي بنقدر نحكي أنه الأمور روتينية برضو يعني بتتعامل على حسب طبيعتك أنت والشريك على حسب كيف أنتم متفاهمين ما بينك شريك العمل أو شريك العاطف اللي هم الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف برضو على مستوى الأموال المشتركة هو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فبتتعامل على حسب وضعك المالي وعلى حسب طبيعة عملك أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور جيدة يعني على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض الأوراق القانونية أو المعاملات اللي إلها علاقة بالإقامة أو بالسفر أو بمحاكم أو أشياء من هذا القبيل في منكم ممكن يهتم بدراسة لأشيء معين أو لموضوع معين أو ينشط في أمور فلسفية أو دينية خلال هذا النهار اللي عنده امتحان بس بده يركز بشكل جيد خصوصا على مستوى امتحانات الجامعية أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة جيد بيدعمك بقوة في نوع من أنواع التوازن القوي جدا ما بينك وبين الأشخاص اللي حواليك إذا كنت بتشتغل على مستوى شركة كبيرة أو من الشركات الكبار ممكن أنه شوي يصير في تعامل ما بينك وبين الزمل اليوم أو رؤسائك بالعمل أو أنه تنجز بعض الملفات اللي كان صعب يعني في الفترة الماضية أنك تنجزها أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور برضو يعني عن مستوى بيت الأصدقاء ممكن تتوتر أو تحتد أو تعصب أو تتحسس من تصرف صديق معين أو مثلا خلاف على مسألة معينة تخليك تحتد وتعصب الزيادة عندك تمسك عصابك برضو وبيت المتاعب جيد بيدعمك بشكل قوي ممكن اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن تقسم الأولويات عندك في منك ورح يهتم بشؤون صحية أو مراجعة طبيب أو أدوية معينة الأمور برضو بتدعمك بشكل إيجابي برج العقرب بتجتازوا بصورة عامة يوم إيجابي يبعث على البهجة والإنشراح بوسعكم ممارسة نشاط فني بدعوك للإبكار للنشاطاتك عدم التلكؤ أحضر بشكل جيد لعملك ما ترتجل ممكن تطلق مشروع أو شيء جديد خلال هذا النهار بتتلقى إجابات وإشارات مهمة خلال هذا اليوم ابتسم الحظ يعني رح يدعمك بشكل جيد خلال هذا اليوم وخصوصا وجود القمر في البيت الخامس يعني في الحوت بيدعمك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف نفسيتك أحسن اليوم رغم أنه شوي حساسيتك واضحة ولكن أنه بتمشي الأمور بشكل جيد إذا انت أردت أنك تمشيها بشكل جيد والأغلب أنها رح تمشي معك بصورة ممتازة حسب ما أنا شايف أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على مستوى المشتريات والمصاريف والالتزمات هي أكثر إشي ممكن يظهر على الساحة خلال هذا النهار حاول أنك ترتب أمورك بشكل جيد ما في داعي للمشتريات أو المصاريف الغير ضرورية وما في داعي أنك أنت تشتكي أو تتدمر على مسامع اللي حواليك عشان ما يصير نقطة ضعف ليلك أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور روتينية على مستوى التنقلات والاتصالات والنقاشات فيه ممكن تنشط في بعض الحركة في مسألة معينة ممكن نقاشات يعني تكون اجتماعية جيدة بعضكم ممكن يهتم في بعض المسائل اللي لها علاقة بالامتحانات أو الدراسة أو الحث الأبناء على الدراسة خلال هذا اليوم ولكن أنه برضو إذا كان أي حد من برج العقرب عنده امتحانات مدرسية بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوظ أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ممكن أنت معصب أو محتد من تصرف أحد أفراد البيت أو ممكن نقاش معين يخليك تتوتر خلال هذا النهار أو ينطلب منك مسؤولية أو تكون العباء عليك زيادة أو يتخلوا عنك بعض الأشخاص ويلبسوك أعمال البيت بالكل يعني هذه واضحة فممكن تحتد وتعصب أو تأخذ في بالك أو نفسيا تنضغط من هذا الموضوع بعض الأعطال أو الاهتمامات المنزلية ممكن تظهر اليوم على الساحة يعني تقريبا بدك تكون حذر من أن السلبية تظهر للعيان لأنه ممكن تنفجر في أي لحظة أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور تقريبا العاطفية زي ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس يعني على مستوى العمل روتيني تعمل أعمالك روتينية صحيح الروتين بزعجك بشكل كبير ولكن ما في مجال إلا أنه يكون روتيني يعني تنجز بشكل روتيني تعمل أعمالك إنجازاتك كلها تكون هيك وممكن تهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع يعني بيت الشراك المالي والعاطفية جيد في نوع من أنواع التفاهم ما بينك وبين الشريك إلا أنه ممكن أنت يعني شوية تحمله مسؤولية بعض الأعطال أو الأخطاء أو أخطاء إدارية معاتبة نوع من أنواع المعاتبة ولكن أنه ما رح تكون الأجواء سلبية بالشكل الكبير بالعكس يعني الأجواء تقريبا مطمئنة أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور على مستوى الأموال المشتركة يعني شوي هيك يعني في نوع من أنواع الضغط على المصاريف أو المعاملات ممكن بعضك يتجي فرصة لدعم مالي أو تحويل مالي أو أشياء لها علاقة بنوع من أنواع القروض أو الديون أو الاهتمامات بالأموال البنكية أما بالنسبة للبيت التاسع فتقريبا جيد بيدعمك بقوة خلال هذا النهار عن مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات أو امتحانات جامعية كلها تقريبا بتكون جيدة أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة جيد بيدعمك بقوة وممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين شريك أو زميل أو رئيسك بالعمل لإنجاز بعض العمال المهمة أما بالنسبة لبيتك 11 فيعني تقريبا بيت الأصدقاء ضغط شوي بسبب لك نوع من أنواع التوتر أو الحدية حاول أنك ما تتحسس زيادة عشان ما تكبر الفجوة ما بينك وبين صديق معين أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور تقريبا جيدة بتقدر تنجز بعض العمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منك راح يهتم ببعض الأشياء اللي لها علاقة بالصحة يا صحتك يا صحة أحد المقربين أو الأحبة لا إلك برج القوس بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم وتعزيز الروابط العائلية حاول أنك تلطف الأجواء تفادي الأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي مستجد ممكن يشجعك القمر بمكانه على تكرار المحاولة لإنجاز بعض الأعمال المنزلية أو العائلية بترتفع نسبة الحضوظ بشكل كبير خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف على المستوى النفسي اليوم أنت مشحون بطاقة أكبر من الأيام الماضية فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يطمئن بالك لمسألة معينة وممكن تهتم بشيء بتعلق في لبسك أو في نفسيتك أما بالنسبة للبيت الثاني فهو ممتاز جدا على المستوى المالي فممكن تحصل بعض المكاسب المالية خلال هذا النهار وممكن يكون فيه أشياء العلاقة بالعمل الإضافي أو المكرمة أو الهبة أو المساعدة أو الدعم أم شيء قلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا بقولك بدك تدير بالك على مستوى التنقلات بدك تكون حذر بشكل يعني كبير ما تسهع عينك ركز خوف من الحوادث أو بعض الأمور اللي ممكن تصير على الطرقات أثناء النقاشات ممكن تحتد نفسيا ممكن تتوتر تكون حساسة زيادة عن اللزوم يعني اللي عنده امتحنات أو عنده دراسة اليوم أو مشروع معين مناقشة بده يضبط عصابه ما في داعي للتسرع بده يستعد ويدرس بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس تقريبا الأمور جيدة على المستوى العاطفي في نوع من أنواع التواصل الجيد ولكن في ساعات ما بعد الظهر أو الظهر تقريبا ممكن تحتد وتعصب من مسألة أو تقصير الحبيب في مسألة معينة أو تعاتب الحبيب في شيء معين حاول أنك ما تكبر الأمور عشان ما تصير فجوي ما بينك وبينه أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور على المستوى العمل الجيدة وممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار أو تهتم في بعض المسائل الطبية أو الأدوية أو العلاجات أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى بيت الشراكة فبيدعمك بشكل جيد على مستوى الشريك شريك المال أو شريك العاطفي فممكن يصير تفاهم على مسألة معينة أو نقاش في مسألة معينة أو حلول لمسألة معينة أما بالنسبة لبيتك الثامن تقريبا الأمور روتينية ولكن ممكن تحصل بعض الأموال المشتركة اللي بتجيك يا أما عن طريق بنك يا أما عن طريق معاملة معينة سدادة ديون أعمال إضافية إشيء له علاقة في بحث في مسألة إلها علاقة بميراث معين ديون أشياء من هذا القبيل كلها هاي ممكن تصير إيجابية إذا كان النقاش في بعد صلاة العام أو بعد وقت العصر أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور تقريبا يعني فيها نوع من أنواع التوتر أو الحدية على مستوى الاتصالات البعيدة ممكن تتوتر وتنزعج من مسألة معينة أو ينفتح نقاش معينة يوترك ويعصبك فحاول أنك ما تكبر الأمور وما تخلي في فجوة كبيرة تضغطك خصوصا بتواصلك مع أشخاص خارج البلاد ممكن أمور قانونية أو أوراق قانونية شوي تكون يعني تظهر بعض المسائل اللي تحد من يعني تخليك حاد بطباعك اللي عنده امتحان جامعي بده يدرس ويركز بشكل كبير أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة فممكن اليوم تعزز بعض النقاط الإيجابية ممكن تدافع عن سمعتك بشكل قوي وممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل لإنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فبرضو في حدية في الطباع ما ممكن صديق بحاول يستغلك أو يتدخل في شؤونك أو بحاول يفرض رأيه عليك أو أنت تزعل من تصرف معين بيتصرفه أحد الأصدقاء فتحاول تحجم عنه أو تبعد عنه على أساس أنه ما تكبر الخلاف أكثر أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد فبيدعمك على إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منكم رح يهتم في بعض المسائل اللي إلها علاقة في الشؤون الصحية أو الأدوية أو الرقابة الطبية برج الجدي طبعا اليوم تكثروا عندكم الاتصالات والتنقلات يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة والمؤتمرات والندوات يعني بتنجح في طرح موضوع حساس وبتقدم ممكن عمل معين خلال هذا النهار ويكون مهم ملفت للعنظار وللإعجاب لكن أهم نقطة أثناء تنقلاتك بدك تدير بالك أثناء القيادة من الحوادث الطارئة أو من السهوء اللي يتسبب لك شيء العلاقة بالاتصالات أو بالمواصلات أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور جيدة على المستوى النفسي مدعومة طاقة إيجابية اليوم تقدر تعزز بعض النقاط القوية جداً ممكن اليوم حتى تعمل نوع من أنواع التغيير حتى في المنظر تاع قصة شعر ترتيب معين أو لباس معين أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور ضاغطة على المستوى المالي يعني بتحاول أنك أنت تشتغل كثير أو ترتب الأمور ولكن ممكن تظهر بعض المصاريف لزيادة خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع جيد يدعمك برضو على مستوى البيت في نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تحل بعض المشاكل العائلية أو تهتم في بعض المسائل العائلية أو تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة البيتية خلال هذا اليوم الأعمال طبعاً على طبيعتها روتينية الأعمال الروتينية رح تنجزها بطريقتها أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور على المستوى العاطفي شوي ممكن في ساعات الظهر هيك يصير فيه نوع من أنواع الحمدية أو التوتر أو مثلاً مواجهة الحبيب في مسألة معينة أو طلب مسألة معينة فتحتد وتعصب أو تتحسس من موقف معين حاول أنك تتجنبها أما بالنسبة للبيت السادس ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار ولكن أنه رح يكون على تعب يعني رح تتعب عشان تنجزها وممكن تفصلها أنت شيء ضروري ومهم وأهم وأشياء من هذا القبيل ولكن أهم شيء تراعي وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى بيت الشراكة المالية والعاطفية فبيعمل نوع من أنواع التوازن أو التقارب ما بينك وبين الشريك اللي ممكن من خلالها تحل بعض المسائل الإيجابية أو تصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور جيدة ولكن في ساعات الصباح ممكن تحتد من مسألة لها علاقة بإرث أو أوراق قانونية أو معاملات أو أمور بنكية أو أوراق معينة يعني ممكن هاي تخليك تعصب أو تحتد من مسألة معينة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو روتيني تماما ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد والأوراق القانونية على طبيعتك بتتعامل فيها دير بالك بس من الحدية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى العلاقات على مستوى الأمور اللي إلهي علاقة بالعمل بالمؤسسات الكبيرة وعلى مستوى سمعتك برضو أنت محافظ عليها بشكل قوي جدا خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فشايف الأمور فيها نوع من أنواع الضغط أو التوتر أو الحدية من تصرف صديق معين أو فضول صديق معين بحاول يزعجك بطلباته أو الحاحه على مسألة معينة أو فضوله فهذا شوي ممكن يخليك يعني شوي تتعصب أو تحتد أو تحاول أنك تبعد عنه أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور جيدة ممكن تنجز بعض العمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وممكن يصير فيه نوع من أنواع الاهتمام ببعض الأدوية أو بعض الأشياء الإيجابية اللي بتساعدك برضو وبتكون فيها أمنك وبرضو اهتمامات بصحتك ممكن تحصل اليوم على مبلغ من المال بيدخل تحسين على مزانيتكم منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة ابحث عن وسيلة أفضل لتحسين وضع مالي ما بتستعيد الثقة بنفسك أكثر حاول أنك تكون حذر من المبالغة بمصاريفك وعطاءاتك ممكن تظهر مصاريف غير متوقعة أما بالنسبة للبيت الأول فنفسيتك اليوم أحسن مشحون بطاقة إيجابية ممكن اليوم تنجز بعض العمال الضرورية والمهمة وممكن اليوم تلاقي نوع من أنواع الاستحسان من الجنس الآخر لإلك أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث تقريبا نقدر نحكي أنه جيد بيدعمك بقوة خلال هذا النهار ممكن يصير فيه نوع من أنواع التواصل مع أشخاص أو تنقلات كثيرة أو نقاشات كثيرة خلال هذا اليوم وممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك ولكن أهم شيء يدير بالك من الحساسية والعصبية اللي عندهم امتحانات أو عندهم مناقشات لمشاريع معينة بدهم يستعدوا بشكل جيد ما يعتمدوا على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع برضو عن مستوى البيت الأمور جيدة بتدعمك بقوة ممكن تواصل جيد يصير ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن إنجاز بعض المهام العائلية بتكون ممتازة صحيحة روتينية ولكن إنه بكون فيه إشي مميز خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأمور بتظلها جيدة لغاية ساعات الصباح بعد ساعات الصباح ممكن شوي يصير فيه حدية أو توتر بعلاقة معينة أو يعني شوي تنفعل بسبب تصرف الحبيب أو تتحسس من موقف معين أو تتصرف أنت تصرف يزعج الحبيب فبدك تدير بالك أما بالنسبة للبيت السادس ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن تهتم ببعض الشؤون الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور جيدة ابتدعمك بشكل قوي ما بينك وبين الشريك لغاية ساعات الظهر تقريبا ولكن بعد ساعات الظهر ممكن تظهر بعض المسائل اللي تسبب نوع من أنواع الحدية في التعامل ما بينك وبين الحبيب ممكن سوء تفاهم انتقاد حساسية معينة من موقف معين تصير مشكلة تدير بالك إنك تكبر الأمور هاي أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة روتيني تماما ما فيه لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مراسلات أو اتصالات أو امتحانات أو دراسة لغة معينة أو فلسفة دين أشياء من هذا القبيل كلها بتدعمك بشكل جيد خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور على مستوى بيت السمعة ممتازة جدا وبتدعمك بقوة فممكن اليوم تدافع عن سمعتك بشكل قوي وفي منك رح يهتم ببعض المسائل خصوصا اللي بيشتغلوا في شركات كبيرة أمور لها علاقة بإنجاز بعض المعاملات بتيجي بمساعدة أشخاص أو علاقات أو من بعض المعارف أما بالنسبة ل بيتك 11 فأنا شايف الأمور ما زالت على مستوى بيت الأصدقاء فيها نوع من أنواع الضغط اللي بيوترك أو بسبب لك نوع من أنواع الحساسية أو ممكن فضوله أو منه بحاوله يستغيبوك في مسألة معينة فهذا الإشي ممكن يوترك هذا الإشي على إشي العلاقة بالأصدقاء أو بالعلاقات العامة والمعارف أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد بيدعمك بقوة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وممكن يكون في عندك تقسيم للأولويات أكثر وممكن ما يتهتم في بعض المسائل الصحية إلك أو لأحد الأحبة برج الحوت بتبدأوا اليوم فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم بتعزز معنوياتك بشكل جيد وممكن أنه تعوض الفترة الماضية بتتحمس للمبادرة أو لإدخال تعديل على حياتك هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات بتنتظرك مفاجأة أو خبر صار خلال هذا اليوم أو استعداد لورشة جديدة من أفضل أيام الشهر يعتبر لأن القمر الآن موجود عندك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور تقريبا على المستوى المالي ما زالت الأمور متوترة شوي في نوع من أنواع الضغط أو التوتر يعني شوي بحجلة كمان يومين لحديث ما القمر يوصل له هنا ممكن يعزز النقاط أكثر ممكن تكثر عندك المصاريف أو بعض المتطلبات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات ولكن بدك تحذر أثناء القيادة من بعض الأعطاء للسيارة أو للتلفون أو لبعض الحوادث الطريقة اللي عنده امتحان أو مناقش اليوم بده يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور على المستوى البيت يعني تقريبا فيها أحسن من الأيام الماضية ولكن ما زالت الحدية موجودة يعني ما زال التوتر موجود أو قصة قديمة خلال أيام كانت مشكلة ما زالت بنحك فيها إلا أحد أفراد العائلة حاول قدر الإمكانك تجند تتجنب النقاشات والحدية والعصبية إنجز الأعمال الضرورية والمهمة المطلوبة منك وما تتحسس زيادة عن اللزوم أما بالنسبة للبيت الخامس برضو عن المستوى العاطفي يعني الأمور يعني اليوم أحسن ألطف شوي فيه ممكن يصير فيه يعني بعض المصالحات أو تنازل عن قرار قديم اليوم أو قرار أنت التخطب الفترة الماضي اليوم تتراجع عنه أو ترجع بعملية التواصل مع الحبيب اليوم ولكن ما تفتح الأوراق القديمة عشان ما يصير خلاف من أول وجديد أما بالنسبة للبيت السادس فما زالت الأمور على مستوى العمل فيها نوع من أنواع الضغط ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال وممكن أمور صحية أو شكوى صحية أو أشياء يعني ممكن تهتم فيها خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية فهو جيد بيدعمك بقوة خلال هذا اليوم ممكن تتعزز العلاقة ما بينك وبين الشريكة شوي مش كثير ادعم من وضع العلاقة ما بينكم ويصير فيه نوع من أنواع المصالحة أو حل مشكلة معينة أما بالنسبة لبيتك الثامن يعني ممكن إنجاز بعض المعاملات أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل زي عمل بنوك أو شركات الكبيرة أو الأموال المشتركة أو مطالبة ببعض الديون أو أشياء إلها علاقة بأموال إلك تحاول الطالب فيها اليوم أو أمور إلها علاقة بالقروض مش بالقروض بالمواريث أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالامتحانات بالمراسلات بالبعض المواضيع الدينية الفلسفية الغيبيات كلها هاي الأمور فيها نوع من الإيجابية اليوم عندك أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة برضو جيد بيدعمك بقوة ساندك بموضوع قوي جدا ممكن أنه اليوم يعني تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بمساعدة بعض الأشخاص أو بعض الزملاء في العمل أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فاليوم أحسن يعني فيه نوع من أنواع التواصل الجيد ما بينك وبين الأصدقاء ممكن يتفقدك صديق معين أو أنت تتفقد صديق معين أو تصل لدعوي أو لحضور حفلي مناسبة يتوجه لك دعوي عزومي أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور جيدة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وممكن تهتم ببعض المسائل الطبية إلك أو لا أحد الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر